إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله مصية طيبة إن شاء الله تكونوا فوتوا شهد رمضان في كنف الرحمة والبركة واستمتعتم بالعيد عيدكم مبارك إن شاء الله وربي عيدوا عليكم وعلينا جميعا وكل البشرية بالخير والبركات والأمن لدي عدد من المواضيع أريد أن أتناولها معكم هذه الليلة أريد أن أذكر بذكرى تأسيس حركة رشاد يوم 17 أغريل 2007 مرت عليها 17 سنة الله بارك هي حركة لا تزال والحمد لله وفية لمنطلقاتها ومبادئها التي نشرتها يوم تأسيسها فهي تسعى إلى تأسيس وبناء الدولة الجزائرية المستقلة حقيقة التي لديها السيادة ولا تخضع لإملاءات الأجنبية ولا التدخلات السافرة في شؤونها دولة تقوم على الحكم الديمقراطي على الممارسة السياسية النزيهة دولة لا يسود فيها بطش البوليس السياسي دولة مدنية ليست عسكرية وهذا ليس انتقاصا لدول العسكر أو تهميشهم بل العكس تماما هو تعزيز لجيش وطني شعبي حقيقي متلاحم متلائم مع شعبه يحرص على أمن البلاد لكن نبعده وهذا الذي ينبغي أن يكون عن أمرين اللي هما سرطان الجيوش عبر التاريخ إذا تدخل الجيش في المال والسياسة كانت دمار للوطن مهما كانت الشعارات فلذلك تحرص حركة رشاد على أن يبقى المشروع الوطني الحقيقي هو الذي يقوم على هذه المبادئ وذلك وفاء حتى لملحمة نوفمبر الخالدة التي حررت هذا البلد العزيز ووفية لقوافل الشهداء عبر العقود بل وعبر القرون فإن شاء الله بنا أو بغيرنا وبالأجيال المتتالية سيبقى هذا الهدف الشريف يشترك فيه الجزائريون والجزائريات على اختلاف وتنوع مشاربهم السياسية وتوجهاتهم لتحقيق هذا الحلم لهو حلم أول نوفمبر الذي ضحى من أجله أبطالنا بن مهيدي وديدوش وإخوانهم وقوافل كثيرة فإن شاء الله ما الذي نعدكم به أن حركة رشاد لا تزال وفية رغب المكر رغب الحواجز وهذا طبيعي وهذا طبيعي في هذا المسار الذي إن شاء الله سيتم طال الوقت أم قصر لأن للجزائر مسار وكذلك طموح في أن تكون هذه الدولة الدولة الحقيقية التي تحمي المواطنين وتحمي بيضة هذه الأمة إن شاء الله لدي كذلك مواضيع أخرى تخص الوضع الحالي رموما كنت أحب أتطرق لموضوع الانتخابات الرئاسية التي أعلن قبل أسابيع على أنها ستجرى قبل موعدها الأسباب طبعا لم يذكرها الذين أعلموا وقرروا تقديم التاريخ هم يتصرفون بهذه الطريقة وفعلوا ذلك من قبل موشد أول مرة ليس لدينا حياة سياسية عادية في هذا البلد وإنما هي حسابات دكاكين وكواليس لمصالح جناح على جناح آخر أو استباق لمصالح معينة على كل حال أحببت أن أؤكد على أمر مصيري أولا الانتخابات نعتبرها في حركة رشاد هي الطريقة الأمثل لاختيار من يسوس البلاد من يحكم البلاد من يطرح على المواطنين والمواطنات برنامجا سياسيا يلتفون حوله ويزكوه الأراد ذلك هذه الطريقة العادية التي هي أحسن الطرق والتي برهنت على أنها ناجعة إن توفرت فيها شروط تذكرون أن خلال ديسمبر 2019 في خلال الحرك الذي خرج من أجله الشعب الجزائري كانت شعارات منها مكاش انتخابات مع العصابات وقتها كان تقريبا إجماع للشارع الجزائري يعني بنسبة كبيرة جدا على أن الظروف المواتية للانتخابات التي يريدها الشعب غير متوفرة على عكس ما تريده الزمرة الحاكمة لعندها نظرتها ومصالحها وتوجهها الذي لم يكن في توافق مع ما كان يريده الشارع لكن فرضوا مسرحية هزلية الانتخابات وفرضوا رئيسا ونقول فرضوا نتكلم على المؤسسة العسكرية هل الشعب كان ضد الانتخابات أبدا؟ الشعب الجزائري ونا متيقن من هذا النقطة وكلنا نتفق على أن الانتخابات هي الطريقة المثلة لكن انتخابات تتطلب جو من الحرية من ضمانات الحرية التجمع الحريات الجمعوية الحريات الأساسية الفردية الأمن الوصول إلى الوسائل الإعلام عدم هيمنة البوليس السياسي والقمع السياسي اليوم نرى للأسف تقهقر ورجع إلى الوراء تبون عندما جاء قال سنعدل الدستور وعد بأشياء نذكروا بها فمثلا في الدستور الآن اللي فرضوا على كلها لأنه خلينا معلش فليكن قالوا أن تأسيس الجمعيات والأحزاب يكون بوجرد التصريح ما الذي جرى في الواقع الواقع يبين أن الأمر أصبح أقبح مما كان عليه في وقت بوتفليقة مثلا مش ما سمحوش لتأسيس أحزاب وجمعيات أخرى حلوا أحزاب حلوا جمعيات قضية راج قضية جمعية حقوق الإنسان الدفع عن كل إنسان أحزاب مهددة أخرى حلت يعني رجعنا للوراء فيه مئات من الناس والآلاف توبعوا وحوكموا لأسباب سياسية بحتة مازال اليوم مازال هذا واحد كما قاضي إحسان لسباب سياسية والأمثلة كثيرة جدا الناس مازال مطولينهم في الاعتقال إخواننا مصطفى قير إلى يومنا هذا وحتى ليطلق صراحة هم لا يزالون مهددون بآلة القمع التي يسمونها عدالة اللي في الحقيقة ليست عدالة مستقلة إنما هي وسيلة وسيلة قمع في يد البوليس السياسي فإذن لا شيء لم يتغير قلت أن الأمر أصبح أسوأ أسوأ مما كان عليه في عهد ما نقوله نحن وقلناه في وقتها وكان وقتها كان هؤلاء اللي رأموا اليوم في الحكم كانوا يتوددون وينبطحون ما بوتفليقة نحن كنا نعارضه صراحة فالأمر أسوأ ما الفرق بين الانتخابات تع العهدات الأربعة تع بوتفليقة وربما حتى أصارحكم ونكون يعني نزها في قولنا شرعية بوتفليقة الانتخابية نسبيا أحسن من الآن أحسن من الآن مع ما كنا نقول عنه ونعتبره أنه جاءوا به كذلك العسكر وفرضوه على ظهر الدبابة كعادتهم وكما قيد صالح جاب أنه تبون والآن لا بد شنقريحة يزكي مرة أخرى أو ذلك تبون أو غيره ما نشعر فين المعادلة لم تتغير الآن فيما يخص بعض إخواننا وأخواتنا اللي يصفون أو يقولون أنه من المعارضة يقول لك ممكن تكون فرصة وندخل الانتخابات احنا أولا نحترم كل الآراء ولا نخيو أن أيا كان اللي عنده رأي يتفضل ويقدمه وحتى اللي ومغتنع بشيء إذا كان يريد التغيير عبر هذه الطريقة يحاول وماذا بينا ربما ينجح لكن لا نعتقد ذلك لا نعتقد ذلك لأسباب موضوعية مش فقط تكهن ولا كما يقول البعض هذه راديكالية في الطرح لا لأن فيه أنواع من المشاركة باش يكونوا صراحة فيه مشاركة المطبلين للنظام هؤلاء مستفيدين أحزاب معينة شخصيات بعض الناس اللي هم مستفيدين من هذا النظام بذبهم يبقوا وما لا أذكر أسماء تعرفون الواقع كما أعرفهم هناك من يرى أنه ربما تكون فرصة أو نحقق أهداف تظيمية يخلونا نتحرك ونتكلك ونبلغ رسالة هذا من حقهم لكن الأسباب الموضوعية تقول أنه لا يمكن ولا يعقل أن يشارك معارض جدي نزيف في هذه المهزلة لأنه ربما إما يصبح مشوه إما يصبح أرنب يدير به العرس هذا انتاحهم وإما يستطرج في أشياء لا تحمد عقبها يعني يصبح يعني عاميا للنظام وهنا لا أتهجم على أي كان أنا أصف أشياء وقعت هذه في الماضي لماذا؟ لأن انتخابات برش تكون نازية لازم شروط لازم حياة سياسية منعادية وهي منعادمة اليوم عندنا في الجزائر كما قلت أحزاب حلت جمعيات حلت مكاش حرية إعلام السجن لأسباب سياسية أصبح اليوم هو القاعدة مش الاستثناء وكذلك حتى من ناحية العملية المشاركة المشاركة في الانتخابات حتى في دول متقدمة دول ديمقراطية يقتضي قدرات تنظيمية اليوم اللي حاب يشارك في الانتخابات لازم تكون عنده مثلا القدرة على أن يراقب مراكز الاقتراع المكاتب اللي صوتوا فيها الناس معروفة كل حزب ولا كل المترشح يكون عنده الناس تاعوا الأنصار تاعوا المناظرين اللي معاه يراقبوا وهذا حق دستوري وضروري بالله عليكم هؤلاء اللي ما همشوا اليوم في السلطة هؤلاء اللي حبوا يترشحوا هل بإمكانهم يقدموا خمسين ألف هذا تقريبا حد أدنى لأننا عنا أكثر من خمسين ألف مكتب اقتراع خمسين ألف مراقب اللي يراقبوا في كل مكتب اللي العملية تمت ويقدروا يعملوا استئناف واللي يقدموا شكوى مؤسسة واللي يراقبوا واللي يكونوا هنا هنا نعسوا على المترشح ولا المترشح يهتانا ما نكذبوش على نفسنا فلذلك نرى احنا على كل حال في قضية على مستوى حراكة رشاد الأمر واضح هذا ليس أمر ظرفي ولا آني هذا من منطلق تقدير موضوعي تقييم للساحة السياسية للقدرات للظرف السياسي لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحول ولا تأتي بتحول ديمقراطي ولذلك احنا فيما يخصنا لا نرى المشاركة لأن ذلك قد يصبح تبرير لانحراف سياسي آخر النظام عنده أسبابه ولازم له واجهة سياسية ولازم له يبين للعامل خاصة للعالم أنه عنده شبه حياة ديمقراطية ويمشي الأمر لكن الحكم الحكم الحقيقي لا يتغير عندنا الحكم لا يزال مكانه في في الثكنة وفي جهاز المخابرات هذا فيما يخص قضية الانتخابات البعض ربما يقولوا آه أنتم دائما تنتقبوش والحل الحل نحن نرى في قضية العمل السياسي النزيه المعارضة الشريفة السلمية الحضارية يكلفنا ذلك الكثير لأن أعداء الحريات والديمقراطيات وأعداء الذين يفضلون البوليس السياسي سيقمعون آه هذا إرهاب آه هذا خوانا الوطن خليهم يتكلموا الأيام بيننا الأيام بيننا أمر آخر أحببته أن تطرق إليه اللي هو عنده علاقة بالوضع الدولي عموما كما تعلمون فلسطين رجعت إلى الواجهة والشعب الفلسطيني الأبي ضرب أروع الأمثلة في المقاومة وجاء جيل يؤمن بحقه في المقاومة كما نحن عنا في ثورة تبقى خمسين ولذلك من الطبيعي أن نتكلم عن الجزائر ممكن فيه تقول آخر إن شاء الله أن يكون تكون مساندتنا لهم طبيعية بعيدة عن أي حساب سياسي ولا يغضب علينا هذا ولا هذا ما يرضاش لا طبيعية لأننا نعرف ما معنى ذلك نعرف ما معنى التوق للحرية وعدم قبول الاستكبار والظلم والطغيان الصهيوني طادي الصهيوني لذلك نرى أن هذا التوجه من عطف تاريخي وحتى دول أخرى اللي كانت في ممكن نسميه محوار المقاومة قبل أيام كانت عملية لإيران بعيدا عن كل حسابات السياسية والمنطقة وكذا إلا أنه كذلك خطفة في نفس التوجه الآن عالمنا العربي العالم تعني هذا العرب المحيط الإسلامي العربي أصبح عنده نقطة ولا خط فاصل فيه من يقف مع الشعب الفلسطيني والمقاومة المشروعة ويدعمها ويقف على الأقل أضعف الإيمان معها وفيه صف اللي يطبل للاستكبار العالمي الإمبريالية العالمية اللي يمشي مع ما يسمونه التطبيع الذي يحارب الذي يحارب الفلسطينيين بتبريرات شتى سفنا حتى من يعني للأسف رجال دين ولا الدول العربية تتهم حماس بالإرهاب أن تتهمها إسرائيل هذا معروف علش ومن يدعم إسرائيل هذا معروف علش لكن كيف كيف يمكن من بني جلدتنا ومن من ينتسبون إلينا وإلى ديننا وعرقنا أن يقولوا عن المقاومة فلسطينية إرهاب ولا منهم من يتمنى أن تفشل هذه المقاومة خط التطبيع اللعين المشؤوم الذي انتهزته بعض الأنظمة العميلة هذا هو تعريف العمالة لا يمكن أن يقبله مناظر من أجل الحريات وقل مناظر من أجل الحريات لأننا رأينا حتى من الشرافاء حتى من اليهود سبحان الله من اليهود في شتى أنحاء العالم وقفوا مواقف مشرفة دعماً للمقاومة بل قالوا أقوالاً في دول حتى في عقر أمريكا وأوروبا للمسلمين والعرب قالوا هاش يناصرون حماس جهاراً ويقولون أن حماس حركة مقاومة مش حماس كل الفصائل أنها حركات مقاومة شرعية مشروعة وعملها ليس إرهاباً كما تدعيه نظام الأبرطايد الصهيوني المجرم وحلفائه يهود يهود قالوا هذا الشيء وهذا يعني يرفع من مقامهم وللأسف من بني جلدتنا من دول لا زالت تساند هذا الكيان بل وتتمنى أن تهزم حماس لكن الأيام بيننا إن شاء الله المقاومة انتصرت لأن العدو الصهيوني الآن ما قالوش ما خرش لم يحقق أي من أهدافه بل كلما مرت الأيام إلا وكان النصر واضحاً حليفاً لهالمقاومة طبعاً الثمن الثمن اللي دفعوه خاوتنا الفلسطينيين ضخم وباهظ ثمن كبير وكبير جداً ومروخ نحن عادنا ذلك كالجزائريين حتى الجزائريين دفعوا ثمناً باهظاً من أجل استقلالهم واسترجاع سيادتهم وفي هذا النقطة بالذات حتى يعرف الجميع أننا نحن نستع شرف وتعمى واقف نقول أنه مع خلافنا مع العصابة الحاكمة والنظام العسكر في الجزائر في أمور جوهرية وقولها منذ عقود إلا أنه مقارنة بدول لقولوا عليها عربية وإسلامية أخرى كان موقف أحسن بكثير من هذه الدول هذا شيء طبيعي لأن تاريخ الجزائر الثوابت التي يقوم عليها الجزائريون والأمور والأمور يقدسونها لا يمكن أن يكون غير ذلك ولو من عصابة حاكمة عندنا حتى لينحارف الجزائر ما يقدرش يكون ضد قضايا عادلة كما هذه ولا يمشي مع التطبيع ولا يمشي يدعم الصهاين ضد خوطنا الفلسطينيين ولذلك أنه حتى نرجع لقضية الحراك والمسار كان في خلط وحد الوقت كنا حنح تحنى ما تكلمناش أن بعض الحركات وحتى يكون واضح حركة الماك مثلا إلى حد ما لم نتكلم عنهم صراحة لأنه كان طرح سياسي لا نتفق معه لكن طرح سياسي عنهم لا يسأل عليهم لكن عندما وصلت هذه الحركة ورئيسها يرفع عالم إسرائيل ويمشي في مسيرات ويزور إسرائيل ويدعم إسرائيل الآن خلاص ما بقاش بيننا علاقة تكلم عن علاقة كجزائريين لأننا فيه اليوم مثلا حتى العصابة الحاكمة ولا العسكر عندنا علاقة معهم هذه بني جلدتنا ما رناش نتفق معهم في أشياء نختلف معهم اختلافا جوهريا لكن ما نقولوش عنهم جزائريين ولا لا بل كاي الأمور نتفق معهم ولنشجع في أن نقول ذلك لأننا 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 نتفق معه إذا أحسن لأننا نقول أحسنت ما رناش ناس عمي لا نحب أن نكون من الذين يبخسوا الناس أشياءهم فلذلك أن موقف حتى العصابة اليوم إن سمحنا العصابة توجه القضية الفلسطينية وإن كنا تمنى أكثر لأننا لا تكفيش الشعارات لأن الجزائر عندها باع وعندها تاريخ وعندها مقومات وعندها شرف يؤهلها على أن تكون حقيقة موقف أقوى ومشكلنا فقط ندرنا مجلس الأمن وقيلة وإحنا مع فلسطين ظالمة مظلومة خير خير لا هذا أحسن من ظلمة التطبيع وهذا الدول التي تتملق لاستكبار العالمي وتتمنى انهزام المقاومة حاشا ما ناشي نقول هذا الشيء لكن الجزائر يطمح في أن يكون له دور أكثر شرفا وأكثر قوة وأكثر تأثيرا في الواقع هذا يربطنك ذلك بنقطة أخيرة في المجال الدولي رأينا تبون يتكلم ويتهجم يهدي الدولة وهذا الدولة وكذا أولا خلينا من هذا اللف والدوران يا عبد المجيد تبون إذا كان دولة رأي تسيء بهذا المستوى للجزائر أذكرها بالأسم وما نبقوش في كلام كما يقوله سمحوا في المتاع القهاوي وهذا شهر رمضان وينعلو بليس لا هذا مش منطقة عرئيس دولة هذا منطقة عقصرة في لرمضان وإن شاء الله لكن رئيس دولة لا يبين لشعبه يبعث تقرير مفصل للبرلمان يخاطب الأمة لأن الأمر ره جلل الآن نعرف وكل يعرف أنه يقصد دولة الإمارات حركة رشاد كانت من الأوائل فهم لي كانت العصابة تسبح بحمد الإمارات من الذي أبرم الصفقات التجارية التصنيع الحربي أو وزارة الدفاع الجزائرية أعطاهم القيام يعني الإشراف على مواني استراتيجية في الجزائر طبعا وحد يقول لهذا كعاد بوتفليقة لا 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 يجمع نفس النظام إليه من هذا وما زال ما حلوش هذه اتفاقيات وما هيش فقط اتفاقيات تعتجارة تقول لهذا بيع وشراء ومعليش لا 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 لأن كثير من الضباط كثير من الرجال السامين لهم مصالح معتبرة في الإمارات ومع الإمارات وما نعوش نذكر بعهد أويحيا اللي جاب قطع من الذهب من الإمارات وغير لكن هذا نمط مش فقط ربما أويحيا ولا يتقوله الآن لناره في السجن ونحقره فيه لا أبدا احنا أويحيا واجهناه كي كان في السلطة وبوتفليقة في يوم كان يصفق تبون واصحابه البوتفليقة ويسبحون وذكرنا علاقة بوتفليقة بالإمارات في وقتها ولذلك من يعني الموقف تعدورة الإمارات تجاه إحنا العباد أمامكم ولا حركة رشاد معروف منذ وقت بعيد ما طيحين علي الله بل تعاونوا مع الناس في العصابة ضدنا لذلك أن الأيام بيّنت بيّنت اليوم دورها دور نتفق مع ما قالوا تبون نعم هذه الدولة تهدد أمن الجزائر لكن ما هي الإجراءات اللي رح تقوموا بها وفيما خص السياسة الخارج الجزائرية نتمنى أن يكون الالتفاف الوطني الحقيقي ما يكونش على الهواء والهف كيف يقولون بالعامية يكون على مصالحة وطنية حقيقية على دولة شرعية على انتخابات شفافة ما يكونش الحقرة على المواطنين ما يكونش الظلم على المناظنين ما يكونش عنا جيش يتحكم في الدولة نريد جيشا قويا نعم لكن في إطار الدولة الشرعية دولة الشعب الجزائري التي أرادتها ملحمة نوفمبر كذلك حتى بعض التوجهات الاستراتيجية في السياسة الخارجية ماذا بينا أن تستفيق هذه العصابة مثلا هذه الشرارات والعناء الخراف في الوقت الحالي مع بعض الدول كواذكرها مثلا مع روسيا هل من مصلحة الجزائر اليوم أن تكون في شجارة أو شبه شجار مع دولة مثل روسيا لأسباب تافهة أنا أطرح السؤال لدينا موقفنا من هذا الموضوع وسنبدي به الأمر تطلب ذلك لكن لا نراه مناسبا لأن قوى الاستكبار التي تريد الشر للجزائر معروفة ونكاد نتفق مع هذا الخطاب لذكر تبون وبعض الأطراف الأخرى لكن هذا التهديد الخارجي ما تخذوش من فضلكم ذريعة باشتضرب وخاتكم جزائريين ولا تقول وراشاد كما قلت من قبل رأيتها على المغرب والإمارات والقطر والتركيا والإسرائيل وفرنسا واسمعنا واسمعنا وبينت الأيام رشاد حركة وطنية مستقلة ونقول دائما أننا جزائريين أو فيالي خط ثوار نوفمبر نريد دولة جزائرية قوية واللي عنده عكس ذلك فليتفضل بأدلته أما نحن فجئنا عبر عقود من الزمن بالأدلة الدامغة تكلمنا عن الإمارات إحنا كنتم تروحوا تأخذوا في الشيكات من عندها وكنتوا تستثمروا وتفتحوا في الحسابات وإلى يومنا هذا ممكن نقول أنه ربما وهذا ما يتطلب كذلك الكشف عنه علش هذا البرودة في الرد على الإمارات لأننا ربما شادين على بعض من الناس في العصابة عندنا بأشياء شادين عليهم أشياء ولا شادينهم بأموال وكذا فسيادة الجزائر نحن لا نساوم فيها أحدا ونتمنى أن يستفيق الجزائريون لكل ذلك ويعرفون الحقائق على ما هي ولا ينبهر أمام شعارات القومية والوطنية الزائفة التي رأيستعملها البعض لضرب الناس أما أن تصفوا غيركم كأمثل حركة رشاد بالإرهاب فنقول لكم إسرائيل تتهم حماس المقاومة بالإرهاب فرنسا اعتبرت أجدادنا وأبائنا إرهابيين عندما أرادوا التحرر من قبضتها فخذوا العبرة خذوا العبرة ولذلك أنه لا مفر من أن يصطلح الجزائريون ويتصالح فيما بينهم هذا كلنا نريده لكن ليس على على الفراغ وليس لإبقاء سيطارة عصابة على النظام لا من أجل دولة القانون دولة الحريات دولة العدل دولة العزة دولة الاستقلال دولة السيادة دولة نوفمبر هذا الذي نريده بارك الله فيكم وإلى فرصة أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه